سلام عليكم وزيكم من كام يوم جيت حكيت لحضرتك بالتفصيل بحكب دونالد ترامب والراجل ده بينتظره ايه وايه الإجراءات اللي حتم مع الراجل ده لما يسلم نفسه أو يتقبض عليه والكلام ده كله والحقيقة أنا كنت حكيت قصته بس هاختصرها بشكل كبير جدا عشان تعرف اللي جاي ايه قصة كلها يا سيدي إن دونالد ترامب اتعرف على ممثلة أفلام إباحية في 2006 اسمها ستورمي دانيالس كانت الأشهر في الوقت ده والحقيقة لما تعرف عليها أقام معها علاقة غير شرعية في منتجع بتاعه في بلوريدا حد هنا الكلام يمشي والقصة المفروض خلصت إلا إن ستورمي دانيالس ابتدت تهدد عرش دونالد ترامب وبتدت تكتب مقالات وتطلع في التلفزيون والكلام ده كله وبتد الإعلام يهتم بقصة ستورمي دانيالس واللي بتقوله أول ما دونالد ترامب أعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية في 2016 وهنا دونالد ترامب لما شاف إن القصة بتادي تكبر بشكل كبير وفي ستورمي دانيالس العلامة بتادي يركز معها أعاز أو ودى المحامي بتاعه اللي اسمه كوين قال له روح قلص لي موضوع ده جيتت دون هو قال له كده بالحرف الحقيقة المحامي اللي اسمه كوين راح لستورمي دانيالس وإدهة 130 ألف دولار في صفقة تسمى الهاش ماني أو أموال الصم والحقيقة مايكل كوين كان صايع مش عاوز يربط بين الموكل بتاعه أو دونالد ترامب وستورمي دانيالس فعمل حركة كويسة جدا إن هو دفع الأموال دي 130 ألف دولار من جيبه الشخصي وانتظر إن مؤسسة دونالد ترامب بتحول له الأموال دي في صورة أتعاب محامان عشان ينفي أي صلة بالدونالد ترامب وستورمي دانيالس وده اللي حصل بالفعل والقصة كده المفروض ماتت ودونالد ترامب أصبح رئيس لأمريكا وأضل 4 سنين بتوعه في منتهى الأرياحية وكان بيهاجم دول وبيفتح ملفات وبيهاجم رؤساء كان بيعمل كل حاجة وما حدش عارف يمسك عليه حاجة إلا إن في 2018 الحاكم المحامي اللي اسمه كوهن ده ومن ضمن التهم ومن ضمن التحقيقات الرجل قام جايب سيدة دونالد ترامب وقال لهم على فكرة ده أنا في 2016 رحت دفعت فلوس من دونالد ترامب لستورمي دانيالس في صفقة تسمى الهاشماني صفقة الهاشماني تعتبر صفقة شرعية في أمريكا بتتعامل على طول يعني مش قصة يعني بس المشكلة إن مدعي العام في نيويورك شاف إن دي قضية كويسة جدا لأن هو أصلا عنده مشاكل مع دونالد ترامب وقام قايل والله إحنا نشكل هيئة محلفين ونبتدي نحاكم اللي اسمه دونالد ترامب ده ونجيبه عندنا المحكمة وناخد لقطة كويسة جدا لأن القضية دي فيها حاجات كتيرة جدا ممكن تدين دونالد ترامب طيب حد هنا دي كانت القصة اللي احنا حكيناها أكثر من مر بس إيه اللي جاي بعد كده والسؤال الأهم هل هي دي التهمة الوحيدة اللي بتنتظر دونالد ترامب ولا فيه تهم أخرى بتنتظر الرئيس الأمريكي والسؤال الأكثر هو رئيس الأمريكي هيسلم نفسه ولا هيروحوا يبوضوا عليه خاصة إن الراجل خد بعضه من المنتجع بتاعه في ماريليجو في فلوريدا وأمر رايح نيويورك إيه اللي حيحصل بظلطه وإيه الترتيبات وهل الحزب الديموقراطي بينتظر حاجة هل المحكمة دي هيحصل فيها مفاجآت ولا لا بحقيقة معانا أخبار لأول مرة تتارد وأول مرة تسمعها عشان تعرف القصة دي مشت إزاي وحتمشي إزاي الساعات القادمة وكله حتشوفه في التلفزيون بنفسك يعني أنا مش هقول لك حاجة انت مش هتشوفها لأ انت هتشوفها في التلفزيون وتعرف تفاصيلها بس تشوف وانت تفهم القصة غير لما تشوف زي أي مشاهد عادي بس عشان أكشف لك التفاصيل دي ويقول لك اقتسها لازم أقول لك القصة من الأول قبل 24 ساعة من المحاكمة يصل الرئيس السابق دولالد ترامب إلى نيويورك تمييدا لتسليم نفسه إلى محكمة منهات الجنائية ترامب يستعد لهذه المعركة ومن الواضح أنها قضية اضطهاد سياسي وأعتقدوا أن الناس سواء المعارضون له أو المؤيدون يعتقدون أنها إساءة كاملة لاستخدام السلطة ترامب من هذا المنطلق يبدو ترامب ساعيا إلى تحويل القضية لصالحه حاشدا مؤيده من أجل استعادة ما أسماه مجد الولايات المتحدة قبل أخش في الموضوع قبل أكشوف لك التفاصيل خلينا أقول لك أننا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو باترهاوس حقيقة باترهاوس موجودين عند مدينة الجلالة مدينة من الجيل الرابع لها مستقبل باهر مدينة دي بالفعل شكالها وأعوز أولو حركة أنها كاملة تماما جاهزة على السكن جمال مدينة دي موجود فيها منتجة اسمه فيدالة تابعة لباترهاوس منتجة ده مميز جدا على الارتفاع 750 فوق سطح البحر هي منتجة مبني على مساحة 18% فقط فقط من 56 فدالة وهتلاقي بقى المساحات بقى موجود فيها خدمات يعني لادسكيب بحرات حمامات سباحة خدمات بيوتي سنتر جولف واي فاي سنتر دراي كلين بص كل الخدمات موجودة هناك في منتجة فيدالة وأحسن حاجة موجودة في منتجة ده إن هو أصلا مبني والحقيقة العرض اللي معنا النهاردة ميستو بقى إن احنا بنتكلم مع الفيلات عندهم فيلات مميزة جدا كاملة تشطيب وعلى الطراز العربي الأسباني وهناك برضو فيه شريهات لو حد عاوز وحدات أصغر كمان والشريهات دي ممكن تبدأ من 65 متر فيما فوق وعندك بقى كل المساحات متوفرة الجديد اللي معنا النهاردة إن بمناسبة شهر رمضان باترهاوس مدتلك عرض 25% طول الشهر اللي هو إيه اللي هو إن انت ممكن تدفع 25% مقدم وتاخد خصم 25% على جميع الأقصاد اللي عليك فترة السادات هتوصل لحد 5 سنين أهم حاجة عاوز تمنك عليها إن منتجة نسبة البونة فيه وصلت 70% ولو عاوز تبص على وحداتك بنفسك الشركة هتوفر لك تسكيلة طيران مجانية عشان تيجي وتبص وتعاين وحداتك بالفعل بص حضرتك منتجة عفيدالة وشركة باترهاوس المضمونة جدا واللي تاريخها معروف وحسيب لحضرتك للرابط بتاعهم أسفل الفيديو لو حابب تتواصل معاهم نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول إيه القضية اللي معنا النهاردة وإيه الجديد اللي فيها وإيه الأحداث الحلقة تشوفها النهاردة هي دونالد ترامب مبارح طلع بالعربيات الرئاسية بتاعته أخلي بالك هو ماشي بكاسة عربية لإن معاه الحرس الرئاسي وقام رايح عند طيارة مطلية بألوان غريبة شوية لون أزرق داكن وأبيض مكتوب عليها ترامب هي الطيارة دي هي طيارة دونالد ترامب الخاصة الطيارة دي هو اشتراها من زمان من 2011 والطيارة دي من طراز بوينج 757 أو بوينج 757 طراز على فكرة عالي جدا بس دونالد ترامب حول الطيارة دي خلها طيارة رئاسية خاصة بيه ليه؟ هلي بالك الطيارة الرئاسية الخاصة برئيس الأمريكي الحالي أو أي رئيس في أمريكا بتسمى Air Force One دونالد ترامب سمى الطيارة بتاعته Trump Force One أو سمىها كده من كتر عزته ومن كتر أنه شايفه أنه هو رئيس أمريكا لأبد الأبدي فسمى الطيارة بتاعته دي Trump Force One الطيارة دي بتتكلف 100 مليون دولار معاوز أقولك أنه جواها مقابة دهب وجواها كراسي على الحروف بتاعتها دهب حاجات كتير قوي الحمامات برضو تلاقي فيها حاجات فالراجل صرف عليها مبالغ كبيرة جدا بقوله حالاك بتتكلف 100 مليون دولار بالمناسبة دونالد ترامب عنده أكتر من طيار مش طيارة دي بس بس هو على طول لما بيجي يتنقل في جوالاته الانتخابية على طول بيستخدم Trump Force One حسنا الحقيقة القصة كلها هتبتدي أن الطيارة دي طلعت وأول ما طلعت عاوز أقولك الإعلام مهتم جدا بالطيارة دي لحد مواصلة نيويورك هوا دونالد ترامب رايح نيويورك ليه بص المحكامة كلها بتوجرى في نيويورك أصلا والقاضي اللي وجهله الاتهام هو ألفين براج القاضي ده أو المدعي العام ده عامل المحكامة بتاعته في نيويورك والمفروض هيئة المحلفين سمعوا كل الشهود فاضل دونالد ترامب المفروض دونالد ترامب لاموصل نظل في ترامب تاور ترامب تاور ده اللي هو البرج الخاص بي هو عنده برج كبير جدا خليه بقى لك دونالد ترامب فاحش الثراغ الراجل ده كان بيشتغل في العقارات هو أبوه وراجل يعني جدي جدا وعنده برجة حتى في تركيا فدونالد ترامب نزل في ترامب تاول والنهاردة بالليل هتشوف ان هو رايح بنفسه يسلم نفسه طوعية للمحكمه دونالد ترامب زي ما حارك هتشوف في الصورة اللي حارضها لحارك نيويورك تايمز بتقول لك بتقول لك دونالد ترامب هيسلم نفسه هنا ومظاهرات هتطلع في الشارع لأوساده مظاهرات تأييد لدونالد ترامب هلي بقى لك مبارح طلعب مظاهرتين مظاهرة تأييدة لدونالد ترامب وما تغطتش في الاعلام خالص وكان فيها ناس كتير ودي الصورة بتاعتها عفكرة الصورة دي ما تزعيتش في الاعلام العمليكي بس تبقى عارف يعني دي صورة المؤيدي دونالد ترامب الكتار جدا ما تغطوه المظاهرة تانية قليلة جدا ودي برضو اللي اتغطت لرافضي دونالد ترامب وقاله ان هو مجرم وكلامته كله اول ما دونالد ترامب وصل نيويورك فالمفروض النهاردة بالليل هتطلع مظاهرة حاشدة هتقودها مين هتقودها مارجري تيلر جرين ودي واحدة مؤيدة يا دونالد ترامب بشكل بيط جدا ودي ست مثيرة للجدل جدا هتقود المظاهرين يحتفوا باسم دونالد ترامب طول ما هو رايح يسلم نفسه ونزلت النهاردة صورة تخيلية يعني ان دونالد ترامب ماشي وراموا تظاهرين كلهم وهو مفروض رايح يسلم نفسه للمحكمة حير دونالد ترامب لما يروح مبنى المحكمة ايه اللي حيحصل بص دونالد ترامب اول ما يروح هيسلم نفسه طوعية لان هو رئيس امريكا السابق فالمفروض انه محدش هيبط عليه حيرفقوه يعني مش هيلبسوه الاصداف او يلبسوه القفس زي ما بيقولو في امريكا اللي هي الكلبشات لا هم حيمشوا جنبه لحد ما يدخلوه محكمة ومحدش هيلبسو او يقبط عليه او يحط ايديه وراء ظهره ويحط فيها الكلبشات كم تقولوا لا ده منظر مش هتشوف دونالد ترامب لما يخش جوه مبنى المحكمة هيقعدوه في اوضة لوحده هيحتجزوه لعدة دقائق وحياخدو صورة لي صورة زي اي مجرم يعني وحيبصموه ماشي او ده اللي بتقولو نيويورك تايمز حديثا والبي بي سي ان الراجل ده حيبصم ويتاخد صورته زي اي واحد تاني وده اخر حاجة طالعت يعني بس بعد ما يقعد في القوضة المفروض القاضي هيحكم هل الراجل ده خطر عن مجتمع فيتم احتجازه وسجنه لحد موعد المحكمة ولا ينظره في امره ويتركوه لان الراجل جاي طوعية ومسلم نفسه طوعية الاقرب والاضق يعني وده اللي بتتوقعه بميديا ان دونالد ترامب لما الون براج اللي هو القاضي ده يجي يبص عليه هينظر في امره ويقول سموه لان ده جاي يسلم نفسه وده كان رئيس امريكا السابق فحيسيبوه لحد موعد انعقاد المحكم شوف انا بتكلم لغة عربية في وصحة لكن حملة الرئيس السابق بدت وافقة من اخلاء سبيله فقد اكدت في بيان ان ترامب سيلقي خطابا علنيا من ولاية فلوريدا يوم الثلثاء المقبل بعد عودته من نيويورك هنا بقى انت قدام قصة مهمة جدا ولقطات هامة للغاية واسئلة كتير اول سؤال هو دونالد ترامب بيوجه القضية دي ولا عنده قضية تانية بص القضية اللي دونالد ترامب بيتحكم فيها دي دي اقل قضية بتواجه دونالد ترامب شوف الهليلة اللي انت شايفها دي كلها دي اقل قضية بتواجه دونالد ترامب ايه القضية اللي عند دونالد ترامب تانية دونالد ترامب عنده قضية ان هم لقوا وثائق رئاسية كانوا اخدها من بيت لابيض وبخليها عنده في مكتبه وفي منتجعه بتاع مارليجو هلس وكان حضرتها في المكتب بتاعه وحتى فيه أوراق فيها كانت مرمية على الأرض وصوروا الأوراق دي وهي مرمية على الأرض لقوا قد إيه وثائق سرية كانوا أخدها معاه بص لقوا 11 ألف وثيقة من ضمنهم مئة وثيقة عالية السرية يعني بص حاجة بقى إيه مش كلاسفايد طوب سيكرت يعني بص حاجة عالية جدا المئة وثيقة دول يودوا أي حد في ده هل القضية دي لسه شغالة؟ دي لسه شغالة والمفروض فيه محقق خاص بيتابع الأوراق دي كلها وبيشوف وبينظر يعني هل القضية دي تستحق أنها تكمل ولا ما تكملش والأقرب أنها هتكمل وهيتم استدعاء برضو دون ترامب لمحاكمته في احتجاز أوراق سرية أو ملفات سرية عنه طيب دون ترامب بيقول إيه في القضية دي بيقولك والله أنا خدت الوثائق دي لأن أنا أزلت عنها السرية وأنا كنت رئيس أمريكا فأنا من حق أن أنا أزيل السرية عن الوثائق دي واخدها معايا من مكتب وده اللي بيعمله أي رئيس وبرك أوباما نفسه خد أوراق عالية السرية معاه وما سلمهاش غير بعد كده لما بعثها الأرشيف طيب قدام دون ترامب بيقول كده وبيقول أنه هو من حقه ياخد الأوراق ليه في قضية عليه؟ هي في قضية عليه لسبب بسيط إن أولا الأرشيف الأمريكي طلب منه أكتر من مرة تسليم الوثائق دي وهو ما سلمهاش نعم احتفظ بيها ده حاجة تاني حاجة الأرشيف الأمريكي نفسه ما كانش يعرف إن في كمية الوثائق دي عنده ثالث حاجة والأهم يعني والأقرب إن الوثائق دي بتعمل إيه أصلا في مرة ليه؟ يعني أنت يا عم أزلت عنها سرية أو شلت عنها سرية وخليتها أوراق عادية وخيدة عندك ليه ما تسلمها الأرشيف حتى لو أزلت عنها سرية متخليهاش في مكتبة في الآخر دونالد ترامب قدام مئة وثيقة هتوديه في دهي ودي أقوى قضية بتواجه دونالد ترامب هلي بقى هذا خصوص ودي الأقرب فيها أنه هيتحبس هيتحبس هو كل موضوع أنه هو بيشتري وقت بس الراجل ده مش هينفع يطلع بره الموضوع ده بره الوثائق السرية اللي هو عنده نشي فهذا حاجة قضية تانية وهي إيه؟ محاولة قلب نتيجة انتخابات عشرين وعشرين في عشرين وعشرين دونالد ترامب نزل أوصاد جو بايدن بس جو بايدن كسب هو الانتخابات خاص فدونالد ترامب تم رصد وعلى فكرة الكلامة اللي ببلغولك ده كله نازل في البي بي سي بالتفاصيل دونالد ترامب تم رصد إن هو أجرى مكالمة مع مسؤول كبير جدا وضخم جدا بيشرف على الانتخابات وقال له ده أنا كل اللي كنت عاوز 11.780 إزاي ما أخدهمش كلمة دي بالزاد في المكالمة الوحدة هتوديف دا طب هل القضاية دي شغالة ولا مش شغالة القضاية دي لحد دلوقتي ماشيين فيها وبيحققوا فيها بس ما تمش توجيه أي اتهام لدونالد ترامب وهي ماشية بشكل سري أو ده اللي برضو بتقول له بي بي سي إنها ماشية بشكل سري وما طلعتش العلن لحد دلوقتي بس شغال في قضاية تالتة؟ آه في قضاية تالتة إيه القضاية التالتة؟ للقضاية التالتة هي إن في لجنة من الكونغرس الأمريكي لما كانت ديمقراطيين مسيطرين على الكونغرس شكلوا لجنة كده من سبع نواب ديمقراطيين واثنين من الحزب الجمهوري واللجنة دي مفروقة بتحقق في علاقة دونالد ترامب باكتحام مبنى كابيتل أو مبنى مجلس النواب في أمريكا والحقيقة إن الناس دي أدانوا دونالد ترامب وطلعوا جرائب جنائية بس دونالد ترامب قال لك دي محاكمة سورية وسمها محاكمة الكونغرو يعني إيه محاكمة الكونغرو؟ يعني قال لك الأعضاء دول كلهم بيكرهوني يعني سواء الاتنين جمهوريين بيكرهوني جدا أو السبع ديمقراطيين يعني إيدك منهم والأرض يعني إنت عاوز إيه؟ ديمقراطيين حيحكموا على دونالد ترامب يعني بالعدل فقالك دي محكمة سورية وعلى فكرة الأحكام بتاعتها ما تنفذتش ولا حتى راحت للمحكمة بس كانت تعتبر قضية شوية وتحقيق مع دونالد ترامب فالراجل دونالد ترامب عنده أربع قضايا قضية سورمي دانيلز دي أضعفهم ليه؟ الهاش ماني وموالي الصمت دي بتبقى سرية في أمريكا طب إزاي سرية؟ وإزاي الراجل بيحاكم اسمع وعلى فكرة اللي حاولهولك ده جديد ده لسه نازل أولا تفتكي حقولك معلمات قديمة؟ لأ اللي حقولك ده جديد دوقتي كان فيه قبليه مدعي عام في أمريكا كان بيحقق في نفس القضية دي وموجهش التهم أصلا لدونالد ترامب عشان بس تعرف الجمهوريين مقلوبين ليه؟ كان فيه مدعي عام قدامه كل الورق وكل الأسباب وفي الآخر قالك دونالد ترامب مش حوجه له تهم يعني ايه يا عام القضية دي أصلا؟ ده الهاش ماني دي شرعي في أمريكا اصلا؟ مع فكرة كان قدام اعتراف قهن نفسه وموجهش تهمه برضو لدونالد ترامب عندما ألفن براج اللي هو المدعي العام الجديد قال لأ ده احنا الحكمه طيب حيحكم تهمة ايه؟ بص الفضيحة دلوقتي حمد دونالد ترامب ونزلت تغريدة على السوشيل ميديا لقيت لك والله ده ألفن براج اللي هو المدعي العام قدل بتصريحات كارثية وغير قانونية ليهو نيوز قال لهم ايه؟ قال لهم ده أنا أحاكم دونالد ترامب ب34 تهمة في القضية دي بازال أنا بقى اكتشفت 34 تهمة خلي بالك أنا مش مع دونالد ترامب ولا ضده يعني خلي بالك أنا بس بحكي لك القصة ماشي ازال فالفن براج اللي هو القاضي ده والمدعي العام قال لك أنا اللي اكتشفت 34 تهمة ما اكتشفهاش المدعي العام اللي قبليه ايه هما؟ بص هو يهو نيوز بتقولك صرح لنا بس ما تمش رصد ايه ل34 تهمة ده يعني هو يهو نيوز بتحتفظ بيهم ومفروض القاضي ده صرح لهم بكده بس الاعلام ما كتبش هيه هما ال34 تهمة حتى جريد The Independent نزلت مقالة مش فيها ال34 تهمة بس خلي بالك من النقطة مهمة جدا القاضي ما ينفعش يقول الكلام ده ما ينفعش يقول التهم قبل ما يقولها او يقرأها على مداني يعني القاضي في امريكا او مدعي العام ما ينفعش يقول للصحفيين والله ده انا هقول للمتهم كذا 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 ما ينفعش ده اللي عمله ده جير قانوني وجير دستوري وحاملت دونالد ترامب ومؤيدين دونالد ترامب بيطالبوا بعزل ألفين براج ان هو صرب الاتهامات دي بس يمشي مع الرأم من ضمن التهم بس اللي اتصربت الكام حاجة بس اللي قدرنا نحط ايدينا عليهم يعني وقدرنا نوصل لهم بيقول لك ايه بيقول لك اللي بقى لك اصل دونالد ترامب بعد مايكل كوهن سلم الفلوس لستورمي دانيال سلمية وتلاتين الف دولار بعت له من المؤسسة بتاعته مية وتلاتين الف دولار صح بس ده تزوير في أوراق رسمية وتاني انا حقول لك جديد سيبك بس من اللي قلته بابل كده انا حقول لك جديد بره بس ده تزوير في أوراق رسمية ليه لان خلي بالك هو كتبه في السجلات المالية ان دي أتعاب محاماة ودي مش أتعاب محاماة صح طيب فدي تهم التزوير وفي نيويورك بيحسبوا عليها يعني ممكن ولايات تانية متحسبش عليها بس في نيويورك بيحسبوا عليها ألفن براج بيقول لك لأ سألني يا واحد بس هو ده القضي بقى بيقول لك لأ ده في حاجة ايه قال لك الاموال دي دفعت في 2016 ها طيب استنى بقى ده في 2016 دونالد ترامب كان بيلم تبرعات عشان يمول حملته الانتخابية مش كده طب ما الاموال دي ممكن ما تبقاش اموال دونالد ترامب الشخصية ومؤسسة حولتها من اموال المتبرعين فدي قضية تانية يعني مش تزوير بس ده قضية تانية طيب تهمة التزوير دي يدان فيها دونالد ترامب طبعا ده لو ثبتت يدان طب اموال المتبرعين يتسجن يعني تم اثبات دونالد ترامب بعت 130 الف دولار دول من اموال المتبرعين لحملته يتسجن عطول يتطص حكم ماشي طيب هل القضية دي تم التحقيق فيها تم التحقيق فيها وعلى فكرة المدير المالي لمؤسسة دونالد ترامب خد خمس تشهر سجن شبست بعارف يعني وقال لك انا ميش دعوة ولا حصل ده غلطة وكام ده كله بس تصوه خمس تشهر سجن بس هم عايزين دونالد ترامب ماشي طيب سؤال سؤال منطقي يعني دونالد ترامب المفروض هيعمل ليه بعد كده بص دونالد ترامب بعد ما يتم الافراج عنه المفروض هيجي قدام محكمة وهيئة المحلفين هتسأله يص والقاضي هو كمان هيتسأله يسأله يقولوله هو انت مدان وبتعترف بالإدانة في القضية دي ولا لأ الحقيقة دونالد ترامب اول ما يقف قدام هيئة المحلفين هيقول لأ انا مش مدان طيب اول ما يقول انا مش مدان هيتم النظر في عقد جلسات اخرى ها فكرة انا ما عرفش هانا ليه بتكلم بلغة عربية بس ماشي هيتم النظر في عقد جلسات اخرى لرؤية هل مثلا دونالد ترامب بريء ولا مش بريء خاصة فده اللي هتشوفه في نيويورك النهاردة والكان من يوم الجايين دول ان دونالد ترامب هيقول لأ انا مش مدان وهيتم بقى ايه محاكمته والمحاكمة دي على فكرة هتستمر لحد بعد الانتخابات الرئاسية على فكرة المناظرة الرئاسية اللي هي بين المرشحين الجمهوريين مفوط هتجرى كمان كم اسبوع كل واحد من المرشحين تابع الحزب الجمهوري هيطلعوا ينفسوا بعض بينه وبين بعض لحد ما الحزب الجمهوري ينتخب واحد فيهم صح المناظرة دي استعدادا للانتخابات الرئاسية المفروض هيشارك فيها دونالد ترامب وتشير استطلاعات الرأي العام الأمريكية إلى تقدمه في منافسات الحزب الجمهوري لنيل بطاقة الترشح طب هيشارك ازاي والراجل عنده محكمة ومحكمة دي مكملة لحد 2024 قالك ماندوش مشكلة ده على فكرة ممكن يبقى رئيس وفي السجن هيطلعهم السجن ويبقى رئيس مفيش ما يمنع ان يتم مقادات مرشح للرئاسة الأمريكية مفيش ما يمنع من يتم سجن مرشح للرئاسة الأمريكية مفيش ما يمنع ان يتم محكمة حتى لو رئيس لأمريكا محكمة دي مكملة وعلى فكرة لو بقى رئيس ما ينفعش يعفي نفسه ما ينفعش هيكمل فرد فالموضوع ده هام للغاية طيب دونالد ترامب هل شايف نفسه مداني ولا مش مداني بص في حاجة في امريكا اسمها بلي ديل يعني ايه بلي ديل يعني المدعين او المحققين يوروبا قولك ايه مسيحك المحكمة دي كلها واطلع لما القضي يسألك قوله انا بعترف بالزنب بس انا خدت بلي ديل بلي ديل يعني زي صفقة كده صفقة عفضة مقابل الاعتراف دونالد ترامب ياخد نص المدة ايا كانت هي ايه المدة ياخد نص الحكم او نص المدة دونالد ترامب لما تتعرض عليه البلي ديل ده مش هيوافق عليها ليه؟ لان هو شايف نفسه ان هو مش بتهم اصلا ودي مش قضية هو شايف كده فمش هيوافق عليها وحيخاطر ان هو يكمل في المحكمة دي لنهاية الكلام اللي بقولهولك ده خطير جدا ان هو عامل عدم استقرار في امريكا وخلي بقى لك الديمقراطيين عزوهم وفرحتهم الكبرى وهم بيشوفوا دونالد ترامب داخل مبنى المحكمة في حين ومفارقة يعني من الجمهورين فرحتهم الكبرى وهم بيشوفوا دونالد ترامب داخل مبنى المحكمة ليه؟ دونالد ترامب حاوز يبين هو ضحي وعلى فكرة الاعلام الامريكي خاصة النيويورك تايمز بتقولك كل ما الدراما تعلى في اللقطة دي بالذات كل ما دونالد ترامب يجيله اموال اكتر ومنذ ان صدقت هيئة المحلفين على قرارها باتهم ترامب تمكن الاخير من جمع اربعة ملايين دولار لحملته في غضون اربعة وعشرين ساعة خمسة وعشرون في المائة منها كانت من مانحين جدد بس اكيد المنظر ده زي ما حيقدي للتعاطف مع دونالد ترامب بس هيئزي سمعيته جدا ولو طلع من القضية دي اكيد اكيد مش هينجوا من قضية الوثائق واكيد اكيد مش هينجوا من القضية بتاعة اه المكالمة الهاتفية مع مسؤول في الانتخابات ان هو عاوز يغير انتكتل الانتخابات قضيتين دول خطرين جدا فدونالد ترامب لو بقى رئيس هتبقى فضيحة في ابريك عشان بس تبقى عادل هتبقى فضيحة حاجة الوحيدة اللي ممكن تأيد ان دولالد ترامب يصبح رئيسا هو وعوده باقاف حرب روسيا واوكرانيا وان الراجل ده قال انا ادوني بس 24 ساعة واقفلوك الحرب دي خلويني الرئيس 24 ساعة واقفلوك الحرب دي كلها عاجل واتزلينسكي ده ويقول له ولا ويفتنا يوقف فعلا دي الحاجة اللي ممكن تأدي ان دولالد ترامب يتم انتخابه والدراما اللي حيمثلها النهاردة وهو بيسلم نفسه طيب المناظر دي كلها هتشوفها الهوى هتشوفها الهوى الاعلام الامريكي كله النهاردة كمية المراسلين اللي واقفين قدام مابنى المحكمة جير طبيعي كمية الاعلام اللي راح يغطي جير طبيعي كمية التغيرات الهليكابتر الدرونز بص تغطية اعلامية على اعلى مستوى وعلى فكرة كلنا هنقعد قدام السيانان النهاردة ونشوف ايه اللي بيحصل بالزبط لان دي فضايا اللي بتجرى في امريكا في العكب يا رب اكون شرحت لحضرتك الموضوع بشكل مبسط ويا رب ننسو المصر يا رب ننسو العرب تحيا مصر سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين